وانت صايم في المضان لا تطلع الا اذا شي ضروري ضروري مرة ولا اذا معزوم رحمن بدري الربعة هنا ناس ان ما اخذها الشارع طال عمرك طوله عرض وضار بين الطبلون يمشي 140 تقول كأنه يمشي في شارع رئيسي مشكلة عمص طالعين معزومين وطالعين مع الاشارة تقاطع شوي الى الرجال اللي الله يستر عليها يا رب ماشي ما في طبلونه 140 مش لاحق والله لا ضماء ولا جوع خطرا على نفسك وخطرا على المسلمين اللي قدامك الجوع والله منول الجوع والله منول اللي العرب يروحون على الركايب وعلى الخيول ولا فيه لا سيارات ولا فيه مكيف الحين اللهم لك الحمد نعمة من الله عز وجل ترقد تحت المكيف وتقوم العصر ولا من قمت مغر ساعة وحدة بين قومتك الى وقت الفطور وفيه نعمة وتمتع فيه فيه أتم النعم الله ملك الحمد ومسرع تقول كأنك جوع صح أن المفروض أنك تفطر على الأذان لكن خلص إذا تأخرت حال الله أقوى لا تخاطر بنفسك ولا تخاطر بنفس المسلمين والله مشكلة أنا أذكر سالفة حصلت قبل مهوب العام قبل العام رايح محل فوال وشرت الفول وانتظر التميس وانتظر طلبي وناش زحمة الله ما خذيت له صوت الضربة قالت فتل الرجال اللي صادم له رجال ومعه ولاد مدري هو أخوه قال الرجال هناك والولد هناك الرجال والولد اقطعوا الشارع ولا واخطوا الرجال منه خطأ كلهم هذا المفروض أنه هدى لين السيارة التعدى هذا يمشي تقريبا مئة وعشرين ومقبل عاما بعد وقف يوم وقف نحن نجينا وتجمع المسلمين على ذا الرجال يوم عيننا نحاول نحن طبعا ما نحركه أصح أنك ما تحركه لما يجي الهلال الأحمر اللي هو الناس المختصين في الحادثة هذه ما تحرك المريض حتى لو أنك تشوفه يتحرك لا تشله مرة خله إلى أين يجي الهلال الأحمر هو اللي مختص فيه لأنك لو شليته يمكن ينكسر شيء ولا تغير شيء فجاء الهلال الأحمر وهو على وقته أذان وجاء ربعه وراحه وتواصلنا معهم جاء في الليل أنه بنت طمن عليه قال أبشرك أنه الأبو طيب وأنه الولد طيب أولده هو طلع أولده وذاك من اللخمة يجي معها فخير اللي يسوق صغير في السن والله هني مسكت راسي حنا ندوره ما عيننا ندور اللي صدامهم ما عيننا وينه مدري وراح أذره نزل وخلى الباب ومن الخلعة بسم الله عليه الزبن مع الحارة صغير وريع صغير المهمت واصلت مع أخوان الرجال ذا قلت بشرون عن حالته قال أبشر كنا الرجال طيب والخصيم قال الخصيم جاه هو وابوه للمستشفى يا ولده شفيه الولد نحاش قال والله أنا نحاش من الروعة يحسب أنه جاهم شي أقتلع فالآن جينا في مشكلتين مشكلة أنك تسلم السيارة صغير سن هذه مشكلة مصيبة صغير السن هذا مشكلة قال لي إذا كان معه رخصة ومتقن السواقة ويعرف يسوق لكن صغير السن ما تسلمها المتاحة مر رح للديرة علمه ها ولا محل الرخص متخصصة في القيادة أنك تعلمه وقت قبل المغرب لا تطلع اشتر أغراضك من بدري قبل رمضان ليلة رمضان شرية للبيت أنا بيسولف مع أحد معين ما غير عين في ذا الجدران شرية الأغراض ليلة رمضان كاملة خلاص ما في أي شي نحتاجه اللهم لك العام في وقت العصرية بس أخذ أغراضك كاملة وصل الله وبارك ولا تطلع ولا تروح ولا اجي مر فطورك جاهز والله ملك الحمد والله لا أغضم ولا أجوع وبعض الناس الله يديه إذا رقد رقد الساعة ثمان يقوم قبل المغرب يعني كأنه مهم صعيم أعوذ بالله والله لا لا صلاة مع الجماعة ومهتم في الصيام أكثر من الصلاة علما أن الصلاة هي عمود الدين وأول يوم تسأل عنه يوم القيامة اللي هو الصلاة البعض يعني أنا قبل أقولها للعياد أقول قبل يومين دخلت المسجد صلاة الظهر وجيت على آخر ركعة يا أخوان لقيت تقريبا إن كانهم واجد واجد عشرة عشرة أشخاص من الجماعة مع الإمام بعد ما أكمل الصف الأول الله المستعان فنحافظ على الصلاة والله كلنا مقصرين لكن نذكر ونحافظ على الصلاة أنك إذا حرصت على صلاتك ورحت لها بدري الله سبحانه وتعالى بيحقق لك أمنياتك اللي أنت تتمنى وكل ما أهملت صلاتك أهمل الله أمنياتك فاللي بقوله الله يتقبل منه ومنكم إن شاء الله صالح العمال والقيام والصيام واستغلوا شهر رمضان المبارك بالطاعات وبالذكر الطيب ولا تنسون وقف الرحمة الثاني اللي الآن نعلن عنه في قناة بداية في برنامج زاهر أنك تكفلك تساهم في 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 هصطقة اللي الله يجعلها دفعة بلع عنك وعن والديك أنه بها لأي شخص غالي عليك في ناس غالين علينا موت في ناس حيين في بطاقات كروت الدعوة ذا اللي اللي تقول ترى بمجرد أنا تجيك رسالة أهداء تبرع بنيتك والله العظيم منك تستشعر استشعر بس هي الدعوة بس استشعار وحسنية بس أنوبها وصدقني أن تشوف شيء ما اختلف تماما أدخل على تطبيق الراجحي اكتبوا جمعية العروة بالألف المقصورة ويطلع لكم موقف الرحمات الثاني فتبرع بشيء لنتم تقدر عنه إذا ما تقدر انشر تراك شريك في العجر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة تطفي غضب الرب استشعر هالحديث الصدقة تطفي غضب الرب الله يجعلنا وياكم من الناس المخلصين في استقات وفي النية ويصلح لنا لكم النية والذرية يا رب العالمين الله يحييكم يا رب الله يحييكم أنا ذا الحين جالس أعيش شعور ما بين البرنامج هذا مع نسخة جديدة مع متسابقين جدد وزملاء وأصدقاء وآخر مرة عشتها قبل تقريبا كم سنة أنا كل شيء غثيتكم كل شيء أقولكم آخر مرة قبل سبع سنوات والله أني أقول يعني سبحان الله كنت جالسنا وخيائي هنا كل خيانا عبد المجيد الفوزان فارس البشيري سعد السبيعي عبد الرحمن عبد الله بن دفنة أبو رش سالم الخنفري محمد المسعود محمد عثمان آل زايد التوأم العيال كلهم الطويرش كلهم كلهم محميد يعني ذكريات جميلة جدا بكل تفاصيلها يا والله الله المستعان والله إذا جلست مع العيال أسرح ترى بعض الأحيان أجالس أتذكر هذا المدلس اللي هو بيت الحكمة ترى جاوه فيها أجيال واجد نسخ واجد عاشت هنا ترى هذا ذكرى سوينا فيه مسابقات وسوينا فيه كرسي الاعتراف أمس بدر مطرفي يوم يسوي كرسي الاعتراف طرى على بالي واحد من أخيان الله يذكره بالخير سوى كرسي الاعتراف في نفس المكان فذكريات جميلة بكل تفاصيلها واصدقاء جميلين والله يجمعنا وياهم إن شاء الله مثل ما يجمعنا في الدنيا أن يجمعنا في جنات النعم يا رب العالمين أنتم ومن تحبون يا حي يا قيوم الله يحييكم يا ربي الله يحييكم مرحبا ومسهلا مرحبا أنا إن شاء الله بمشاعة الله عز وجل الشباب يقولون نبي قهوة سعودية تقنت الراس علما أن الشباب هنا ما يقصرون في الإدارة وقسم الضيافة ما يقصرون والله يوفروننا كل شيء القهوة والشاي البطائر والحلو والعشا والله يجود عليهم وبيض الله وجهه بعبدالله ناصر الغامدي اللي يسر كل شيء لنا جعله يسلم فأنا أقول بإذن الله بتشوفون لكم هاليومين منتج سعودي وبندشنا حنا والشباب إن الله وفق ويسر إن شاء الله تعالى وراح نعلن عنه وتشوفونه ودائما ترى السوالي في جيب السوالي دائما يا أخوان وإخوات اللي تشاهدوننا عليكم بالتجارة الإلكترونية ترى هزينا رأس مالها بسيط وبدأ حب حب في بعض الشركات ترى تاخذ بالآجل ما عندك أي مشكلة طلع سجل تجاري وضبط أمورك في المتجر زينا زينا ويشتغل مع الناس ما تدري يا أخي يمكن الله يوفكك يا أخي بعدين 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 المتاجر هذي انفتحتها فراس مالها بسيط جدا جدا بشكل ما يذكر والله العظيم تدرون بعض المتاجر راس مالها ثلاث تلاف ريال والله العظيم ما يتعدى ثلاث تلاف ريال ثلاث تلاف ضبط لك مجر وسجل لك التجاري وخلوا مورك كلها نظامية وصور منتجاتك وحطها وشتغل مع الناس الشغل مو بعيب العيب والله انك جالس في البيت وحاط نيد عليك ولا تشتغل اشتغل اصبر رازك اشتغل دامك في عام اشتغل مع الناس ترى التجارة الالكترونية من المشاريع الناجح صدق أزي من بعض انك تحط لك محل وما تتدري يمكن انت تربح ولا تخسر ومع العلم ان التجارة كلها بشكل عام ربحوا خسارة ربحوا خسارة والله اني فتحت لي محل حلويات اذكر واسر منتجة ودشنتها في بداية في برنامج حياتك وكنت حاط لي اسر منتجة ويحطون منتجاتهم فرفوف واذكر موقف هذا يمكنني قد قلته عشرين مرة والشباب يسألوني عنه دائما جاتني حرمة كبيرة في السن والله مدري ان كان يحيه يجي على العمر هاي طول وان كان متوفر هاي يجي على في الجنات النعيم في ذا الرمضانية انا تخصصي وشو يا اخوان تخصصي في طاير وحلى وكيكات بس بس كان اسم المحل حلويات المضيف لخوكم مفلح المشعلي تشنتهوها والله نحن نكاسر تقولك نحن في محل تنزيلات لاجئنا احد من الزباين اللي قال الكيكة بربعين قال اخذي بثلاثين شل بثلاثين روح بس توكع الله كأنه داخل محل تنزيلات انكاسر ما عندنا مشكلة فكنت يعني حريص على المحل وحاطت انجهدي كله فيه وجاتني دا الحرمة الله يذكرها بالخير كبيرة بس معها اولادها قالت يا ولدي قال له الولد جايب له كرتون ما ادري انا قلت الكرتون دا ما ادري اش داخل قلت وش لبيه اامري قالت هذا يا ولدي ابيك تحطه سمن ولبن وزبدة وعسل والمهم اشياء قلت يا خالة على خشمي لكن هذه ممنوعة ولا مهو بتخصص ان نحطه فيه حانه بس قسمناه فطاير وحل بس سمنه دي مخصصة في الالبان قالت يا ولدي حطه حطه تفهم ومعها عصا وتقول لي كذا انا ما نبي عاين في الكلام ولا انا بصوب المندج انا عاين صوب العصا لا تقنحني دلحين عراسي المهم شدت الكلام شوي قلت على خشمية خالة خذيت الكرتون قالت يلا حطها قدامي قلت يلا حطها بس خلني بس برتبه كذا انا بس بيها تروح قالت خلص خذينا رقم الجوال وروح روحته ولدها يوم راحت الله يستر عليها خذيت الكرتون وخشيتها طبعا ما عرضته ما عرضته في المحل أبدا المهم وعليها سعار مسعارة الكرتون كل منتج العسل سعرها الله مدري مياه ومياه وعشرين والسمن كل شغلها شغلها بري مرة هي اللي مشتغلته السمن والعسل العسل مدري كيف ضار مستوردته والزبدة والأقط مضير مضير احنا نسميه بعض الناس نسميه مضير المهم حشيتها في الكرتون كاملة وروحت وديتها البيت وحسبناها وشريتها كاملة طلعت علي تقريبا والله اني ما اذكر المهم انها ما تجاوز ألف ريال شريتها كلها اليوم الثاني دقيت عليها انا ورط نفسي ذا الحين السلام عليكم قلت يا خالة منتجاتك الحمد لله راحت وتعالي استلمي درهمك قالت الله يجزاك خير وطول عمرك وجات هي الولد قلت تسميه هذه فلوسك والله يجي على الوالدك في الجنة اذرها يوم جات جابت بدال كرتون كرتونين قالت هذا السوق مشى منتجاتي في يوم أنا بعد ورط نفسي ما حسبت حسابها أنا على طول والله عرفت اللي على النية ما 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 فكرت والله ما فكرت قلت خلني باخذها قالت يا ولدي هذا الكرتونين وتراني من أمسويت العرب قلت يا خالة جعل أمك أبوك في الجنة أنا شرت الكرتون ذا أنا اللي شريته والله لا عرضته ولا حطيته لأني صعبة ممنوع أني حطه في محل ما هو بتخصصه البن هذا المحل تخصصه يا خالة فطاير وحلق وأنت نفدك بالضريني والمحل نفدك ونفدك قالت قل يا الله قالت يا الله قالت يا الله يجعلك ومفد وين ما رحت أني شريت الكرتون وغراضي لجل أنك ترضيني قلت الله يجعلك عمرك طول على كل حال وبيض الله وجهك طبعا خذينا منتجاتها وعلننا لها في حساباتنا الشخصية والحمد لله على كل حال طره وشه السوريف تجيب السوريف طره التجارة الإلكترونية بعدين أن الشخص لازم أنه يستثمر نفسه إذا جاء في مكان أو في منصة إعلامية قوية أنه يعني يشتغل بعض الشباب طلعوا واجد طبعا على طري المحل ترى أنا قفلتها والله قفلتها لأن جايش كالية بيني بين صاحب العمارة رفع علي لجار مرة رفع رفع لجار مرة وأول سنة رفعه ثاني سنة رفعه ثالث سنة ما رفعه دبله والله ما أدري الربع أربع مرات أو خمس مرات إيجار غالي مرة قلت ميده يا أخوي الغالي جئ لك تسلم أنا المحلات هو عنده عمارة كاملة المحلات من ميني من يساري والله لا رفعت عليها ولا شيء لكن متسلطن علينا قال أنتم يذى المشاهيد خلنا ناخذ من درهمكم قلت يا أخوي سوى أحسن النية إن الله بترى بيرزق الله إذا أخلصت النية لا ترفع علي الإجارة أنت رفعت علي الإجارة السنة الأولى والثانية وسكتت السنة الثالثة لا بالله ما أنا بساكت بقول لك لا غالي قال ما عندي إلا ذا الكلام تبي ولا سلام عليكم والله إني ما أخذه ومقبل المحل وإني خاسر فيه حتى حط لي ديكور مغربي وجايب لي أنا ما علم المحل علم الأسر المنتجة نفسهم والله وندق عليهم ونعتذر من الإجارة المنتجة وقفلت المحل مشكلتي بعد ما قبلت المحل وبعته جا عندي ظرف خاص فيني أنا ما عد أنشغلت ما أقدر